كم هي كثيرة ومتنوعة زخارف الدنيا وزينتها وكم هي جاذبة للأنظار بجمال ألوانها لكن المؤمن لا يغتر بها لأنه يوقن بزوالها ومجيء اليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر هو المحفز على فعل الصالحات والحاجز عن ارتكاب السيئات قال تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أحداث النهاية الزلزلة العظمى التي تكون يوم القيامة بعد خروج الناس من قبورهم وقيل تحدث الزلزلة في الدنيا قبل يوم القيامة مباشرة وتقلع الجبال من أماكنها وتصبح رملة ثم تصير كالعهن المنفوش وتفتت كرهج الغبار ثم تطيره الرياح قال تعالى وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وتتشقق السماء وتصير أبوابا تتنزل منها الملائكة وتصبح ضعيفة واهية وتحمر كالزيت المغلي ثم يطويها الله سبحانه قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال ابن عباس كطي الصحيفة على الكتاب ويومئذ تبدل الأرض غير الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة وتكور الشمس ويذهب ضوءها قال تعالى إذا الشمس كورت قال ابن عباس يعني أظلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ويحاسب الناس على أعمالهم فالحساب اليسير أن ينظر الله في صحيفة المؤمن ويتجاوز عنه أما من يناقش الحساب فلا بد أن يعذب كما ورد في الحديث وتوزن الأعمال فاحرص على تفقيل كفة حسناتك بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ثم يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقال ترجمة نانسي قنقر